أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي مع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية بعنوان The Future of Our Planet درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية معناها رائع حاجة عظيمة أو كويسة جداً حاجة رائعة معناها يطلف يبوز حاجة To harm or spoil something يا إما بأزي الحاجة دي أو بفسدها بابا واضح solution معناها الحل An answer to a problem إحنا أخذنا نفس التعريف ده بالظبط لنلاقي حل المشكلة بس أخذناه مع verb حد فاكر إيه هو الverb اللي أخذت معاه An answer to a problem تمام يبقى اسمه solve يبقى solve معناها يحل الحل نفسه اسمه solution System نظام is a way of working organizing or doing something which follows a fixed plan or set of rules نظام بتتبعه التنظيم العمل شكل أداء العمل بيتبع خطة معينة بتكون ثابتة أو مجموعة من القواعد فلتر فلتر device with tiny openings through which a gas or liquid to remove something جهاز أو أداة لها فتحة صغيرة يخرج منها يقيم بجاز يقيم مسائل طب ليه عشان أشيل منه شيء أنا مش عايزيه يعني أعمله عملية تنقية فلتر هنا is a noun وممكن كمان فلتر تيجي as a verb معناها ينقي بكتيريا بكتيريا microscopic living organisms usually one cells that can be found everywhere they can be dangerous when they cause infection البكتيريا دي كائنات وحيدة الخلية بلقاها حوالي في كل مكان طب إمت بتكون خطيرة لما تسبب لي العدوى infection معناها عدوى stem stem العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بصوا معايا كده أخدنا بدنا من حاجة في كلمة stem من كل letters capital طب وده معناه ايه؟ معناه ان ده abbreviation يعني اختصار اول حرف من كل كلمة science technology engineering and math abbreviation for science technology engineering and mathematics اختصار لكلمة science اخدنا منها الـ technology اخدنا منها الـ engineering اللي هي الهندسة اخدنا منها الـ and mathematics اللي هو الرياضيات اخدنا منها الـ وده نوع من أنواع المدارس الجديدة اللي بتهتم بيئة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات develop يطور build up grow or improve gradually over time ان انا ببدأ انام بي حاجتي او احسنها على مروي الوقت يعني انا دلوقتي عندي مهارة معينة او عندي scale معينة او عندي موهبة معينة بعمل لها develop يعني ايه؟ بطورها بحسن منها معناه تطبيق وده هنا اختصار لكلمة application a small computer program that you can download onto a mobile phone برنامج صغير ينفع احمله على الموبايل بتاعي like facebook or twitter form فورم معناها استمارة the shape or appearance of something شكل شيء معين مثلا application form application application form يعني استمارة في الاتحاق ومكان معينة زي ما اروح اقدم في مدرسة او اقدم في شغل بيطلبوا مني حاجة اسمها application form farmlands الأرض الزراعية land that is used for farming الأرض اللي بيستخدمها في الزراعة farmlands هنا ما فيش فيها spaces يعني هي كلمة واحدة معناها الأرض الزراعية irrigate here we to supply land with water by artificial means اني اوفر المية للأرض عن طريق صناعي يعني ايه صناعي يعني man made يعني بصناع الانسان زي ما بعمل السدود وعمل منها قنوات للراي دي اسمها irrigate amount كمية a quantity of something كمية شيء معين determine معناها يقرر to settle or decide by choice of possibilities اني اقرر اللي انا عايزاه من مجموعة من الخيارات المتاحة ناخد بالنا يسمها determine ترمن عندي متقسمة من ثلاث نقاطة دي وترمن انا هنا عندي على السلب ده عشان كده مش بقره determine معناها يقرر according to طبقا لي in a way according to the law يعني ايه according to the law يعني طبقا للقانون يعني بالطريقة اللي القانون بيوافق عليها location الموقع the place or possession that something is in or where something happens المكان اللي انت موجود فيه او اللي حصل فيه حدث معين it's my location زي ما بيجي مثلا عن واتساب or gps and i ask you to share your location يعني يعني ايه share your location يعني بعث لي الموقع اللي انت موجود فيه حاليا fantastic green inventions by teenagers يعني ايه green inventions يعني اختراعات صديقة للبيئة تب مين اللي عملها teenagers واتفقنا من teenagers معناها المراهقين green inventions are environment friendly these inventions present solutions to environmental problems without damaging the environment نقول دلوقت الاختراعات دي بتقدم حلول للمشاكل البيئيه ايه امي ذاتها انها ما بتدمرش البيئه can you see in this picture they are plastic bags اخطر حاجه على الحياة البحرية هي الاكياس البلاستيكيه طب ليه لان ممكن الحيوانات البحرية مقدشت تخلص منها وكمان بتبنى عضوء الشمس من الوصول اليوم was a student in holland when he invented a system to take plastic rubbish from the sea خلين السلات ده كان طالب في هولندا اخترع عن نظام جديد بيتخلص بيه من المخلفات البلاستيكيه من البحر there is a lot of plastic in our seas which kills lots of wildlife في اشيات بلاستيكيه وحاجات بلاستيك كتير اوي في البحر بتعمل وده بيقدي لقتل الحياة البريه pine system is called ocean cleaner berry النظام بتعيه ده اسمه نظام تنظيف المحيطات it uses machines whose arms have lots of filters on them عبارة عن مكانه لها عده الدراعات كتيره كده كل دراع من دول عليه فلتر these filters take the plastic out of the sea water without hurting sea life الفلتر دي بتنزل البحر تاخد بس البلاستيك بره المياه من غير ما تيجي جنب الحياة يعني انا برده مش به يعني دلوقتي كان مفروض ان انا عشان اقدر اتخلص من البلاستيك ده جوه البحر كان مننزل زي مصفه كبيره كده وناخد بيها كل حاجه طب انا دلوقتي اخدت بلاستيك ومعه المياه طب انا طلعت كبان ايه طلعت some sea animals شوية سمك على ايه ان كان بقى بيه ايه جوه الفلتر ده جوه المصفه كبيره دي طب بايا مسلات عمل ايه عمل مكانه لها filters تقدر بس تاخد البلاستيك وما تجيش جنب الحيوانات هتكلم هنا عن اختراع تاني لبنت اسمها دي بيكا كارب دي بيكا كارب دي كان عندها 14 سنه دي بيكا كارب was 14 when she invented a green system for cleaning wall and making it safe for people to drink قدرت تخترع نظام صديق للبيئة ينظف المياه ويخليها امنه للشرب when she visited her grandparents in India دي بيكا saw children drinking water from a dirty canal لما راحت تزور جدها وجذتها في الهند دي بيكا شافت اولاد بيشربوا من مية مش نظيفة before this systems for cleaning water were expensive and used dangerous chemicals which pollute the environment ليه الناس مكتش بتنظف المياه او بتعمل cleaning للوتر دي before drinking them قبل ما دي بيكا تخترع الاختراع بتاعها بسببين اول حاجة cleaning water system were expensive يبقى انظمة تنقية المياه كانت غالية وكمان كان بتستخدم كيمويات خطيرة الكيمويات دي كمان كانت بتلوس البيئة the data system is cheap and uses light from the sun to kill bacteria in water هذه عملت ايه؟ اخترعت نظام بيستخدم ضوء الشمس عشان يقتل البكتيريا اللي موجودة في المياه let's move to the next inventions five egyptian students from kafr shaykh stem school were able to develop an app to help small farmers save water and energy هنا بنتكلم عن خمس طلاب مصريين من مدرسة stem school انتفعنا science, technology, engineering and mathematics مدرسة تحتلنا بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضة هم قدروا يعملوا ايه؟ عملوا app يعني تطبيق يساعد الفلاحين ان هم يوفروا المية وكمان الطاقة In this app farmers complete a sample form with information about their farmlands الفلاحين الفلاحين هنا هيملوا استمارة معلومات عن اراضيهم الزراعية This form is connected to a smart app which tells farmers the right amount of water that they need to irrigate their lands بعد بان ادخل البيانات الاب اللي عندي هيعمل ايه؟ هيقول الفلاحين الموجودين او الزراع دول هيقولهم المقدار الصح للمية اللي الارض محتاجه عشان يعملوا عملية الري The app also determines the amount of energy and the number of workers the land needs according to their location and the season كمان بيقدر يحدد لهم الطاقة اللي هوم محتاجينها وعدد العاملين اللي الارض محتاجاه تبقى لموقعهم وكمان للفصل من فصول الساعة مكبري Look at the words in bold in the article Match the words and the definitions هنا مطلوب مني أوصل الكلمة بالمعنى بتاحها Location Chemicals Bacteria Green filters System Tools that take things out of liquids such as water المية ها زي المية اللي بتنقل حاجات زي المية هيكون ايه؟ تمام Micro organisms that are everywhere but are too small to see and can make you L Micro organisms كائنات صغيرة that are everywhere but are too small to see and can make you L كائنات صغيرة جدا موجودة حوالاها في كل مكان صعب ان نشوفها بس ممكن تخليني أعية أو أحسب المرض تفتكروا دي ايه؟ An organized way of doing something طريقة منظمة لعمل شيء organized way يعني طريقة منظمة ما نحن قلنا النظام The place or possession of a particular area of land مكان محدد ليه؟ أو لقطع من الأرض زي ما قلنا share ما قلنا share ما قلنا share ايه؟ تمام Things you can make in chemistry الحاجات اقدر انتجها عن طريق الكامية تبقى ايه؟ اللي قلنا they are bad for the environment دي حاجات ضرب البيئة تبقى ايه؟ تمام؟ Good for the environment صديقة للبيئة تكون ايه؟ Let's check the answers Location The place or possession of a particular area or land مكان محدد ليه؟ أو موقع للأرض Chemicals Things you can make in chemistry الحاجات اللي قدر عملها بالكيميا Bacteria Micro-organisms that are everywhere but are too small to see and can make you ill الحاجات اللي قدر تخليني اعيه من غير ما اشوفها موجودة حواليه في كل مكان Bacteria Green Good for the environment صديقة للبيئة Felters Tools that take things out of liquids such as water الأدوات اللي بقدر اصاب في بيها السوائل زي مثلا المي System An organized way of doing something طريقة منظمة لعمل شيء اسمه النظام اللي هو System Read the article again and answer the questions هنقرى بقى المقالة اللي اتكلمنا عنها عن Green Invention وارجع جاوب على الأسئلة دي تعالوا نتكلم مع بعض بحاجة صغيرة كده أنا ليه باخد النمط دام الأسئلة ليه باخد الشكل ده أنا عندي سؤال في الامتحان اسم comprehension comprehension ده عبارة عن قطعة وأنا بجاوب على الأسئلة اللي فيها أحيانا بتكلم direct questions أسئلة مباشرة or indirect questions أحيانا بنتدرب على الشكل ده من أسئلة الانتحان In what way is plastic bad for the environment؟ ليه البلاستيك دار بالبيئة؟ It kills wildlife بيقتل الحياة البريلة How does buoyant system take plastic out of the seas؟ فاكرين بوينز؟ النظام بتاع بوينز بيعتمد على إيه؟ عشان يقدر يخرج البلاستيك من المية It has arms with filters on them These filters take the plastic out of the sea water without hurting sea life احنا قلنا ان هي عبارة عن مكينة ليها arms arm yarn draa والدراع ده عليه ايه؟ عليه فلتر يقدر ان ياخد البلاستيك بس من غير ما ياخد أي حيوانات بحرية What made the Pika want to invent a system for cleaning water؟ Lady Pika كاد عايز تخترع نظام لتنقية المية She saw children in India drinking water from a dirty canal شافت أطفال في الهند بيشربوا مية من مكان متسخ غير مضيف What does the Pika use to clean water؟ إيه اللي اخترع بتاع دي Pika بقى اخترعت ايه؟ She uses light from the sun استخدمت ضوء الشمس عشان تعمل ايه؟ To clean water vocabulary Complete the sentences with these words مطلوب مني هنا اكمل الجمل بالكلمات القدامي بكتيريا قلنا يعني ايه بكتيريا؟ بكتيريا كائنات صغيرة ان كان ميك يو قلب ممكن تخليني عيان By infection وأخذنا كلمة مهمة اسمها Infection يعني العدوى Location الموقع Filter يعني filter اللي هو بيناقش شيء Such as liquids or gas System النظام Scientists can use a space to take out small pieces of plastic from rivers. العلماء يستخدموا ايه عشان يطلعوا الاجزاء الصغيرة من بلاستيك من الانهار؟ Filter Scientists used the new app to determine the space of underground water العلماء استخدموا تطبيق جديد عشان يحددوا بي ايه؟ The location of underground water اللي هي المياه الجوفية We have a space for recycling in our house We put all the bottles in a box Then take them to the recycle bin once a week هنا هما عندهم system الحاجات اللي هي يعيب تصنعها في البيت بيحطوا الازايز القديمة بسندوق بعدين ياخدوهم بسندوق اعادة تصنيع المخلفات مرة في الاسبوع Once a week يعني مرة في الاسبوع Don't drink water from a canal Because it can be full of dangerous بكتيريا يعني متشربش مية من الترعة او من القنوات المية لانها ممكن تكون مليئة ببكتيريا الضارة Complete the table Can you add any words مطلوب مني هنا اكمل الجدول اللي عندي تحت بالحاجات اللي هي علاقة بالووتر بالمية او باللاند اللي هي الارض River نهر Water Forest غابة Land Canal يعني قناة مية او ترعة صغيرة Water Mountain جبل Land Lake بحيرة Water Jungle غابة Land Desert سحراء Land Sea بحر Water Farm مزرع Land And ocean محيط This is water What environmental problems do you think we are going to solve in the future? Write a paragraph of about 90 words in your notebook بيقول لي هنا تستيكر ايه المشاكل البيئية اللي احنا ممكن نحلها في المستقبل وطالب مني اكتب باراجرف من حوالي تسعين كلمة عن المروضة طب طب what are the important tips? ايه النقط المهمة اللي هتكلم عنها Describe what the problem is هاوصفي المشكلة Suggest a possible solution هاقترح حل ممكن يلا بينا ننتنقل Let's suggest answer إجارة نقترح Environment is everything that's around us And it's extremely important to look after it and stop abusing it هابدأ اعرف البيئة واقول ان هي كل شيء يحيط بنا واقول كمان ان مهم جدا ان احنا نعتني بها ونبطل اساءة استخدام Abuse يعني اساءة استخدام There are many environmental problems that damage our planet عندي مشاكل environmental problems مشاكل بيئية كتيرة ممكن تدمر البلانت بكيائي كوكب بكيائي اللي هو ايه؟ The earth كوكب الأرض One of these problems is pollution واحدة من المشاكل دي هي ايه؟ التلوث طب what is pollution? Pollution is defined as the introduction of harmful materials into the environment اني بدخل مواد ضرة على البيئة Pollution affects all our daily activities So we should find solution for these problems التلوث ده بيأثر على كل الأنشطة الحياتية التعتي فعشان كده لازم القاله حل Some of these solutions are using electric cars which don't suit the environment by car exhausts ما بتدمرش البيئة او ما بتلوث البيئة بعوادم السيارات We can also exchange the energy sources into natural ones Like wind turbines and solar panels أغير كمان مصادر الطاقة اللي عندي لإيه؟ مولدات الطاقة عن طريق الرياح أو الألواح الشمسية يعني أستخدم الwind energy or the solar energy We also may use a new system to filter the air from microbes ممكن استخدم كمان نظام جديد اني أنقي الهوى من الميكروبات تبقي كمان ممكن عملوه Recycling all the objects is also a great way to reduce pollution إني أعيد استخدام الأدوات أو الحاجات الأديمة اللي عندي طريقة كويسة جدا ننقلل بها التلوث All these solutions may help to save the earth كل الحلول دي ممكن تساعد معايا أني أنقذ الأرض Now we have come to the end of this lesson Goodbye everybody And we will soon meet again to start a new lesson وكده أحبائي الطلاب نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس وإلى اللقاء قريب مع درس جديد